الرئيس سيسي يجدد رفض الإجراءات وحادية الجانب التي تلحق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل بيان فرنسي ألماني إيطالي مشترك يدعو لوقف القتال في ليبيا ويدين تدخلات الأجنابية لتسليح الميليشيات الأكراد بالبرلمان العراقي يطالبون بالتقدم بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف التوغل التركي الحديث عشرة صباحا نتسعى بتوقيت جرنة موجازون أخباري جديد أتكم من القاهرة أهلا بكم وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا من فضلك أحمي أهلك واحمي بلدك أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي محددات وثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر وذلك بضرورة بلورة اتفاق شامل بين كفة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وخلال تلقيه اتصالا من رئيس جنوب أفريقيا سيرال رامفوزة أكد السيسي رفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب والتي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول تطورات ملف سد النهضة خاصة في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كفة الأطراف من جانبه أعرب الرئيس رامفوزة عن تطلع لتكتيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحيوية مشيدا بالإرادة السياسية الصادقة والبناء التي تبديها مصر دوما للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة دعت فرنسا ألمانيا إيطاليا الأطراف الليبية إلى وقف القتال فورا والالتزام بإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها ودعت الدول ثلاثة أيضا الأطراف الخارجية إلى إنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي كان الاتحاد الأوروبي قد اتهم أيضا تركيا بعرقلة عملية إيريني والخاصة بمراقبة السواحل الليبية من أجل تنفيذ حظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا قال اللواء أحمد المصماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تحيي المواقف التاريخية الشجعة للرئيس السيسي وقدمت التحية لمصر على تضامنها مع الشعب الليبي وفي بيان للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي أكد المصماري أن المعركة ضد الإرهاب والتركية لن تتوقف لحين تحرير التراب الليبي وفرض السيادة الوطنية طلبت كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس نواب العراقي الرئاسة الثلاث بالتقدم بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف التوغل التركي شمالي البلاد جاء في بيان للكتلة أن التوغل التركي يصفر يوميا عن سقوط ضحايا بين المدنيين داعية إلى تشكيل لجنة قانونية لإقامة دعاوة في المحاكم الدولية لتعويض دو الضحايا وأشار البيان إلى ضرورة أن تقوم الرئاسة الثلاث بتحرك فوري وعاجل لاتخاذ خطوات فاعلة لردع الجانب التركي من أجل إيصال رسالة قوية بأن العراق وحكومته وشعبه جاد هذه المرة في الوقوف بحزم بوجه هذه الانتهاكات والخرقات التركية التي تستبيح أرواح المواطنين وممتلكاتهم وسيادة العراق سجلت السلطات الصحية الروسية لأول مرة منذ التاسع والعشرين من أبريل الماضي سجلت حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد تقل عن سبعة آلاف حالة وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي والتي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا أنه تم تسجيل ستة ألاف وثمانمائة إصابة جديدة بالفيروس خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن الانفجار الذي وقع في شرق طهران ناتب عن انفجار مغزن للغاز الطبيعي في موقع عسكري وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد أمير عبدي أن الانفجار كان قرب موقع بارتشين النووي والذي لا يدخله سوى العسكريين مبينا أن الانفجار لم يسفر عن أي خسائر بشرية نهاية الموجز لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري أكسونيوز دوتي في دمتم سالمين